أنت دايما دايما في الأمام أعتقد ما فيش نادح تفز بقوته وبقدرته على أنه يفضل دايما في الأمام طوال عصوره وطوال عقود وجوده على هذه الأرض أكتر من النادي الأهلي اتنين من الشهود على هذه المسيرة الكبيرة وهذه الإنجازات العظيمة نقدنا الرياضي الجميل مدير تحرير الأهرام والمشرف على القسم الرياضي السيد محمود صبري أهلا بيك أهلا بيك منور الدنيا منور ومشرف مبسوس سعيد ومعاك معاك عال عبدة أنا اللي سعيد من أبعايا ومجر بصراحة يكسره أي حد النقد الرياضي الجميل والصديق العزيز عصام شلتوت أهلا بيك عبدة أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم وطبعا كله منور النهاردة لأن النادي الأهلي بينور الدنيا بحالها فأقل تقدير فعلا أنه نشعر بنور في حاضر راح لمستقبل بنوايا سبحان الله شوف منذ التاريخ والملعب يوضع فيه الالاف ثم عشرين الف ثم دام السيد فريم مرتاجي رحمة الله عليه وكابتنا صالح وانت جاي لغاية محمود الخطيب الحلم يتحقق وانت قلت حاجة مهمة الاهلي يعمل لمستقبل ابناء الاهلي فيه مكينة عمل لا يمكن ابدا ان تكون لحظية ولا تكون لصالح مجلس لا احد يتحدث لغة فلان حتى وان صنع مجدا بشخصه لكنه محسوك دايما على عائلة الاهلي انا والله في المشروع ده بذات مستبشر انه هيكون اوانه مع اختيار السلوجن بتاع عائلة الاهلي